السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتشبعيه الكرام السلام عليكم فيديو ديال اليوم اللي غادي نشوفه ونسمعه مع الدكتور جمال معتوق حول الدعم المباشر الدعم الساكن الدعم ديال 500 درهم الشكل غادي شده ومن يستفيد ومن لم يستفيد وغادي نسمعه كيفاش غادي تم المينصة ديال الدعم وهد وهدش كله غادي جاوب على الاسئيلة ديالكم كل واحد الاسئيلة اللي كي يطرح واللي بغي يعرفه اشنو كين نخليكم معد الدكتور جمال معتوق ونحود نتلاقاه في الاخير اليوم الموضوع نهضروا على الدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي طبعا موضوع الساعة موضوع الساعة ومطلوب منا يعني نكونوا صادقين في الكلام ديالنا فاليوم نحن نقول المستمعين بانه النصوص القانوني اللي كتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر كلهم تم المصادق عليها في البرلمان وبالتالي رغم بدو في التجيل عبر المنصة للأسف ديالنها غيب الفرنسية كانت تكون بحرف لاتينية كانت تكون بحرف عربية ايضا ولكن تكون ايضا حفظوا حتى على اللغة ديالنا وتبسيط الوروج الى هاد المنصة ولكن دابا يدع التالب ركيدار في البوابة اللي كتقلب عليها لكتدخل لأي محرك ديل البحث كتدد www.asd.ma asd يعني aid social direct www.asd.ma هذا هو العنوان اللي قدددخلو به في البوابة الالكتروني اللي كتعلق بالدعم مباشر الاجتماعي المباشر الدعم الاجتماعي المباشر الان بقيت نقول اولا نشرح وعاد نقول شنو شنو بقيت نقول يعني مبعد ما الانسان كيتسجل في استجيل وطني للسكان ياني الناس اللي مازان مازال امكانية باش يسجل في استجيل وطني للسكان ومبعد كيتسجلو في استجيل الاجتماعي الموحد ومن بعد كيدخلو لهذا المنصة اللي اتكلمت عليها لهذا البوابة وكيسجلو نفسهم باش يشوفوا واش يستفدوهم الدعم الالاء هذه الهيئة اللي تخلقت ايضا بمقتدى قانون كتجاوبكم في اجال تلاتين يوم بعدما سجلت راسك في هذه المنصة إذن تسجيل في السجل السكان الوطني للسكان وتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ومشي تدخل المنصة ومشي تدخل المنصة يجاوبك في اجال تلاتين يوم تقول لك واش نميل في ديارك مستوفي الشروط وواش غادي تسافد من الدعم ديارك ها الدعم هادا كيتصرف مبدئيا كل نهاية الشهر عندما هاد الناس اللي كيدخلوا اليوم لهاد المنصة في نهاية شهر دوجنبير غادي توصلوا بالدعم ديلهم والدعم كيف سبق البعضاء اعضاء الحكومة خاصة ناطق رسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان كيف شرح هو وغادي بدو يتصرف في نهاية كل شهر اذن اول دعم غادي توصل به الناس هو في نهاية شهر دوجنبيرات شهر 12 اللي رحنا فيه في النهاية ديله غادي توصل الناس هاد الدعم هادا اقل ما غادي يمكن توصل به الاسرة اللي هي هشة اللي هي فوضعية ضعيفة ماديا في نهاية شهر 10 اللي ريال وكاين الاسرة اللي غا توصل كثير من 10 اللي ريال عندها الوليدات في سن التمدرس اذن اليوم نعم اللي تخص هو تضامن ما بين جميع فئات المجتمع وكان دبق نشوف بزاف ديال الناس وكانت لقاها بزاف ديال الناس وتقولوا لي انا والسادرة ما عنديش باش نتقييد انا ما عنديش ما ما يعطيونيش الدعم انا جاني المؤشر طالع انا اللي كان نسوله على الوضعية ديالو كان لقا الوضعية ديالو هي صبع طبعا وضعية ديالو صعبة ادو كانت تكلم معهم الوضعية ديالو صعبة ولكن ارى اليوم انا اللي بغيت نقول المواطنين راكين اللي اسعب من اللي عندو وضعية صعبة لكثار منو مثلا من اللي يجي واحد يقولك انا عندي دويرة ديالي يلي فس بها دويرة ديالي ولكن را اللغال في المكلة را نمو يا ويم را ما يمكنش تقاد بين هذا اللي عندو دويرة ديالو شرب عشرين مليون او خمسة عشرين مليون او اقصات را نزلت يخلص فيها تقارن بينو وبين واحد سكن في بيت كاري بيت واخه هذا مو الشقة ما عندوش خدمة ولا تقاعد او لا تقاعد را كتيرا او نحن الاخير والحليب وو يرام ويخرج يمكن يتعلي اللي ينجد ما يدخل 1 مية درهم او 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 مية خمسين درهم او 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 مية خمسين درهم ويمكن ما يدخلتش حاجة يمكن يخدم عشر يام بالشهر يمكن ما يخدمش يمكن خدم عشرين يوم في الشهر يمكن يخدم ثلاثين يوم في الشهر ما عرفته شنو راي لا خدم ثلاثين يوم راي ما يخصوه خير ولكن لا خدم اي عشر ايام ولا سبع ايام وكانت الوقت صعيب يعني ما لقاش الخدمة لانه هو ميوم كيمشي على الله كل نهار راي غادي تلقى الحياة دي له صعبة جدا باش يمكنه يوكل ولداته ليكل طريف الخبز فهذا من اللي كان قارنه لعنده دويرة هذا اللي كان قارنه مع واحد مثلا من دوي الاحتياجات الخاصة يوكل لديه دوير احتياجات خاصة عنده باش يخدم راي ما يخدمش وما عندوش دار ويمكن كاريبيت ويمكن قرسم معمو وبالي وما مسنن وما عندو مش تقاعد إذن مني كاي تجي الدولة في هذه المعاير اللي بغت تعطي إليهم تدعم للجميع المباشر أراك تقارن ان تت عندك دويرة هذا ما عندوش وفي العمل أراكهم بحل بحل يمكن تكون امو يومين بجوش وبحل بحل شنو غادي تدخل يوميا بحل 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 شنو غاديت دخلي يوميا بحل 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 شنو غاديت دخل يوم بحال ولكن انت عندك دار وانت ما عندك شي حاجة. اذن في اللي غادي تصبق. في اللي غادي زعتاه الاسباقية. انا غادي زعتاه الاسباقية لهذا كل ما عندوش. فرا تخصيكون تضامن ما بالمواطنين وما بين مختلف الفئات. وهذا المشروع هذا يعني نمشيته حتى ما تعاونش الانسان. تعاونناش بعضياتنا. يمكن المشروع ما ينجحش. وحنا بغينا هاد المشروع ينجح. والحكومة را غادي تدارك اللي لقاتش هفوات ولا لقاتش عخطاء. را غادي تدارك اللي لقاتش ثغارات. را غادي تدارك. غيبعدا ينطلق هاد المشروع. وديك ساعات غادي يشوفوهما الثغارات. وديك ساعات بالشيكية ديركم. المشاكيلي كتوصلوا لهم والرسائل ديركم. والملاحظات ديركم. يمكن تصححشي اموراتاش حاجة ما كتتولد. يعني كاملة من النهار الول. فحاولوا يكون تضامن ما بيننا المواطني جميع الفئات. ونقول انا لما اخديتش ابعد واحدة نجاري. شتو مسكين مكار فسكتار مني. بارك علي الاخده هو انا نفرح له. خس يكون هاد تضامن. وباش نزيدكم حاجة اخرى هاد المشروع هذا. را مشروع ديال صاحب الجلال النصر والله. را هاد المبادرة دياله. وكان هاد حاجة دياله. ومش حالة دي وكي يفكر في هذا المشروع. وكي ينتظر باش يكون اه انطلاقها دياله. الحكومة عملت على تنزيل هذا المشروع. فالحكومة تتحاول تشتغل على حساب الموارد اللي عندها. المصادر اللي عندها. وتحاول تتقدل الميزانية لحساب. اذا كشي اللي غادي تتقدرها لحساب الميزانية. فما نخلطوش ما بين الغضب ديالكم. ولا العدم الرضا. ولا عدم الثقة. من معا انجاح مشروع بحال هذا. اللي غادي يستفدوا منه. ملايين ديال المواطنين المغاربة. فما نحرموش ديال المواطنين. ما نكونوش انا. انا اهلاف ديال الناس. ما عاجبناش الحال. ما نقول لها تشير ماشي واداك. ما أخذ دام شي. لا نشوف ملايين اخرين ديال الناس اللي غادي يستفدوا. فانا غادي نفرح وانا غادي نشوف واحد الانسان كيف داره. ما كانت يعطيه تاشي واحد تاشي ريال. اليوم غادي ياخد مثلا واحد الاف درهم. نخصين نفرح له. وهدي نقطة إيجابية. إيجابية جدا. نخصين نفرحولها في بلادنا. وتفكروا غادي عام. ولا هدي عامين. ولا هدي عشر سنين. ما كانتاشي حاجة كنتدخل. ما كانوالو. إذا اليوم. اللي وصلنا لهذا المواصل نفرحه ونصفقه لهذا المشروع نقول لكم شنصفقه نقول لكم منساو ماذا ما تعنيش لأن المعيشة غالية ومجموعة هذه الأمور اللي هي صعبة كيعيش المواطن ولكن راه اللهم هذا القليل هذا ويكون دون وصلنا لنهاية الفيديو خليوا لي أراء ديالكم وخليوا لي واحد تعليق يكون جميل وليما مشترك يشترك ويفعل الجرس وديروا لنا واحد اللايك باش تعمل فائدة واستودعكم الله وإلى فيديو لاحق إن شاء الله والسلام عليكم